طلبة الأعزاء أصعد الله وأوقاتكم نتابع اليوم في مساق فيزياء رياضية 2 موضوع التوافقيات الكروية لسفيريكال هارمونيكس YLM واللي ممكن بعض منكم قد شاهدها أو أخذها في مساق مختلف كميكانيكال كام عند مناقشة على سبيل المثال درة الهيدروجين حيث أن الويب فونكشن الدالة الموجية لذرة الهيدروجين هو مكتوب على الشكل الجزء الذي يحتوي على نصف القطر أو راديل بارت مضروب في الجزء الذي يعتمد على الزاوايا الذي يسمى بيليسفيريكال هارمونيكس YLM كتذكير من أين حصلنا على Y, Theta and Phi This Function وهو لاحظ أنه يعتمد على متغيرين الزاوايا Theta and Phi وليس على نصف القطر نتذكر على سبيل المثال معادلة لا بلاس أو حتى معادلة شرودينجر بنفس الطريقة تستطيع أن تحصل على أن جزء الزاوي سوف يعتمد على سبيل المثال إذا كان الجهود لا يعتمد على الزاوايا أي سبيل المثال أو ما تسمى أحيانا سنترال بوتينشيل الجهود المركزية أو المتماثلة الكروية إذا قمنا بكتابة هذه المعادلة بالإحداثيات الكروية نحصل على هذه المعادلة دل سكوير بساي تساوي صفر وهي معادلة لا بلاس لحل هذه المعادلة بطريقة فصل المتغيرات كما تعلمون نقوم بكتابة الحل المطلوب على شكل اقترانين أو ثلاث في هذه الحالة الأفضل أن نكتبه على شكل جزء يعتمد على نصف القطر اللي R وجزء يعتمد على الزاوايا 3 and 5 إذا قمنا بتعويض هذا الحل التجريبي أو التريل سليوشن في المعادلة المعطاة سوف نحصل على جزء له علاقة بالزوايا وجزء له علاقة بنصف القطر أما الجزء الزاوي هذا بما أنه استطعنا أن نفصلهم عن بعض فممكن أن أضعه يساوي ثابتا اللي هو لمدة وبالتالي هذه المعادلة سوف تساوي لمدة في Y فنحصل على معادلة الجزء الزاوي لحلها نستطيع أن نكتب Y كذلك نطبق مبدأ الفصل مرتين طريقة الفصل المتغيرات Second Time على هذه المعادلة ونحصل الزاوي ثيتا عن الزاوي فاي إذا قمنا بهذه العملية نحصل على معادلة لثيتا ومعادلة لفاي المعادلة التي تعتمد على ثيتا هي تلك المعادلة خطوات رياضية بسيطة والتي باستخدام التحويل X يساوي كوساين ثيتا سوف تتحول إلى هذا الشكل وهو شكل مألوف لديكم هذه معادلة لأسوشييتد لجاندري بولونوم إكويشن وحلها هم الأسوشييتد لجاندري فانكشنز اللي أخذناهم في المحاضرة السابقة أما الجزء الذي يعتمد على الزاوي فاي هذا الجزء لحظ أن الجزء الأول والثالث معا بينما الجزء في المنتصف هنا سوف يساوي ثابت اللي هو M² وضعناه على الشكل M² ممكن تضع أي ثابت ولكن جرت العادة أن نسميه هذا ثابت الفصل هنا M² فنحصل على المعادلة التفاضلية البسيطة اللي معروف حلها لكم ساين وكوساين أو EOS IM5 أو EOS-IM5 فكشكل عام يمكن كتابة الحل على هذا الشكل وإن أينورمالايزد فورم بحيث يكون نورمالايزد هذا الحل وحيث الـ M تأخذ القيام 0 زائد أو ناقص 1 زائد أو ناقص 2 فبدلا من أن نكتب الحل EOS-IM5 زائد EOS-IM5 وضعنا الـ M زائد أو ناقص لتغطي جميع الحلول إذن لنحصل على الحل النهائي YNM أو YLM ما علينا إلا أن نضع بالحلين معا ثيتا كابتل في فاي كابتل فاي كابتل موجودة هنا نعوضها وثيتا كابتل حلها هي بي الكوساين ثيتا أو عفواً الفاي ثيتا نعم ثيتا كابتل تعوض هنا فنحصل على YLM لحل هذه الجزء الزاوي لمعادلة لا بلاس أو في ميكانيكا الكام معادلة شرودينجر الحل النهائي عندما نضرب هذه الاخترانات في بعض EOS-IM5 في BN أو كوساين ثيتا في مصارغنا هذا أحيان نسميها N أو L في ميكانيكا الكام تسمى L هنا أحيانا نسميها N وأحيانا L لا يختلف أي شيء هنا وإنما تأخذ القيم يجب أن نتذكر أنها تأخذ القيم من صفر حتى المال نهاية أرقام صحيحة موجبة أو صفر بينما M قد تأخذ القيم من سالب مال نهاية إلى المال نهاية وأي عدد صحيح بغض النظر موجب سالب أو صفر ولكن حتى يكون الحل له معنى فيزيائي يجب أن تكون قيمة M أقل أو يساوي الـ إذن هذه الحلول هي تشكل الجزء الزاوي لدالة الموجية لإقتران الموجي عندما نحل معادلة شرودينجر في ميكانيكا الكام وكذلك تشكل الجزء الزاوي في مسائل القيم الحدودية في الكهرباء والمغناطيسية بس تأخذوا مساق عند أخذ مساق إلكتر ماغنيتك فيوري نظرية الكهرباء المغناطيسية وتقومون بحل معادلة لا بلاس وبنفس الطريقة سوف يكون الجزء الزاوي إذا كانت المسائل سفيركالي سيمترك تعتمد على هذا الإقتران التوافقيات الكراوية حسابها ببساطة إذا أردنا مثلا على سبيل مثلا نطع 0 0 هنا نعوض بدلا من M صفر وبدلا من N صفر وB 0 0 هي معلومة لديكم من المحاضرة الماضية فنحصل على هذا الإقتران لاحظ أن Y 0 0 لا يعتمد على الزوايا أي أنه ثابت ونقول بأنه سفيركالي سيمترك في هذه الحالة أي باختلاف الزاوي ثيتا وفاي يبقى له نفس القيمة بينما إذا غيرنا قيمة ال M أو ال L سوف يكون هناك اعتمادية على ثيتا ون فاي لن يكون هناك اعتمادية على الزاوي فاي إذا كانت ال M صفر لأنه إذا ال M صفر هذا الحد سوف يختفي ويبقى لدينا اعتمادية على الزاوي ثيتا عصبين المثال هذا الحد أو الفانكشن Y10 لا يعتمد على فاي بنما يعتمد على ثيتا و Y20 لا يعتمد على فاي يجب أن تبقي هذه المعلومات في عقلك أو في ذهنك لاستخدامها في يوم ما لحساب ال BNM تعلمنا في المحاضرة الماضية لا ننسى أنه يمكن إيجادهم من ال Associated Legendary Rodrigues Formula اللي موجودة هون وأوجدنا B11 B21 ممكن توجد B00 وهكذا ولكن هنا بعض القيم لهذه Associated Legendary Functions للتذكير بعض خصائص هذه الاقترانات يجب أن تكون واضحة لديكم هي خاصية Ortho Normalization هذه الاقترانات هي Orthogonal and Normalized اللي هم اللي هم اللي سفيركل Harmonics وبما أنه بيعتمد على متغيرين Theta and Phi فسوف يكون معنى Orthogonal and Normalization Double Integral وليس Integral 1 على كل الفضاء على كل القيمة المسموح على Theta and Phi Theta كما نعلم في الSphherical Coordinates بالإحداثيات الكروية سوف تتغير من صفر حتى Phi بينما Phi from 0 بينما إذا تساوت N1 مع أنت و وليس أو و M1 مع أنت وكان هنا Sin Theta D Theta D Phi وحدود التكامل كما هي هنا فإن الجواب سوف يكون واحد وبما أن هذه المجموعة هي Orthogonal وأتت من حل معادلة معادلات Stomleville فهي تشكل كذلك مجموعة كاملة أي أننا نستطيع أن نكتب أي اقتران يعتمد على Theta and Phi بدلالة Y and M We can expand any good function Phi F of Theta and Phi in terms of the spherical harmony وهنا هناك أيضا علاقة تسمى Closure Relation تأخذ هذا الشكل أرجو التركيز على هذه في المرحلة الآن وعلى العلاقة الثانية ما معنى Completeness لل spherical harmonics هنا بعض الأمور التي ممكن أن هنا يوجد بعض الرسومات لل spherical harmonics عند قيم مختلف إلى M وال L فكما بينا أن Y00 هي spherical asymmetric هناك تماثل كرويا أما نرسمهم لها نفس القيمة في جميع الاتجاهات بينما Y01 تأخذ هذا الشكل وهي تشبه الأفلاك اللي أنتم ممكن درستوهم في مساق ميكانيكا كمية أو في مساق quantum chemistry والله يعطيكم العافية شكرا